أسألك سؤال، وأنا عرف أن أنت غضبك زي غضبي، زي غضب ناس كتيرة من الوضع الراهن يعني تحديدا أنت بقى غضبك على مستوى التحكيم فأطلب منك في الجزئة اللي جاية ديت، وأنا عرف أن أنت راجل صريح يعني أنا عرف أن أنت صريح جدا هل، هل على مستوى التحكيم، التعامل مع الأهل والزمالك، التعامل خاص؟ بص حسب برضو أنا أقول لك جمهورة الأمان، الحاكم المصري زكي جدا اللي بيديره هو اللي بيوجه أنا لما أقول رئيس لجنة، أتكلم حكامي، ووجهه مولوهم، انزله على فكرة حاكم، حاكم ننزل ملعب عايز يكسب طبعا، عايز هو اللي يكسب هو اللي يكسب، يعني من قرارات صحيح يعني أنا أكسبان أنا بقراراتي حالي يكسب زمالك يكسب، مش فارق معي، يخسره، ما فيش فارق معي القصة في الآخر أنا عايز أكسب لكن أنا كرئيس لجنة لازم أدي الحاكم قوته أكلمه وأقوله، إنزل، شوفه حسبه التوجه العام، الناس بتحس على فكرة الناس كلها في الشارع بتحس والآن ديها بتحس، بالحس بالناس دي نازل تشتغل إزاي تشتغل بتحكيم، وكل واحد يحقه ولا همشيها حشان ألب رغبات أو أنجح اليما دي أن الناس تبه هادية شوية هادية شوية، الكلام اللي بيحصل ده ودائما تحسه بعد البيانات مش لنادي معاين على فكرة لنادي يطلع بيان تلاقيه بعد كده النادي ده بيتطبطب عليه بيحصل، وأنا بكلم بمتالي وضوح دي خطيرة دي أنا بقولك بمتالي وضوح، أنا واضح معاك ودائع على فكرة معادي الكارسة، إنه أنا أضغط عشان أخد مصلحة بعدها أنا واضح وصريح هاي، والله يا كابتن جاد شكرا على الصراحة ده بيحصل يا جماعة لازم قوتك كاللجنة حكام وحكا حكام أنا مش فارق معايا، أنا زال قطر إلا شوفه حسبه، أنا وارد أخطئ، أنا ما شوفتش بس طول الوقت أنا من جوايا عايز أنزل حقق عدالة اسم المولع سبحانه وتعالى في الأرض العدالة حقق في المطشرة كابتن جاد تقال لك قبل كده ما تزعلش لأهل أو الزمالك ما حصلش بأمان المتال الأمانة ما حصلش للي مش هقبل حد يقوله كده لا ما حصلش بصة يا كريم هقولك بمتال الأمانة الرؤساء للحكام اللي مسكوني عارفين أنه اللي لا في أهل وزمالك حتى حاكم على فكرة ممكن يشجع الأهل أو شجع زمالك قبل ما يخش يمسك الصفارة أنا ما شجعتش أهل وزمالك قبل ما ممسك الصفارة دي حقيقة وكله يعلمها حتى رسل لجنة الحكام فمش محتاجيني يكلموني في حاجة حتى الحتة الصغيرة بجواك وأنت أصلا قبل كده شجعت أهل أو شجعت زمالك غصبا عنك في المالك ممكن تفتت معاك في حاجة صغيرة ممكن تحسن وارد أنا عزب بعادل على فكرة حتى لو شجعت الأهل بكده ونزلت حاكم المنشي الأهل عزب بعادل حاكم شجعت الزمالك بعادل بس ساعات يعني إيه عشان إنت يعني سنة متعاطف معافة تلقائية كل رؤساء الحكام المسكوني عارفين أنا في حياتي قبل أمسك الصفارة وده عارفين من أهل بلدي قريتي عارفين القصة دي عمري ما شجعت أهل أو زمالك وبالتالي مش فري معايا أهل أو زمالك خالص ولا في حساباتي حتى في تحليل أنت تشوف تحليل أنا ولا فري معايا أهل أو زمالك عشان أنت كنت بتاخد القرار حتى في التحليل وهجي لها بعد شوي بس حد قال لك قبل كده أكابتين جاد بقيت إهدى على الأهل أو يعني أكابتين جاد يعني إتزاكة شوية في الحتة بتاعت الأهل والزمالك دي بص إتقالت لي مرة بعض الشيحة أقول رأس لجنة أنت يا عم إنت زي القطر ما ينفعش ده لازم تبقى إهدى شوية أقول لك ما هذا إزاي إيه الفرق بين الأهل وآي فرقة تانية إيه الفرق بين الزمالك وآي فرقة تانية بفرقة قال لك إت عمج زي القطر أو أنت عمج تدوس على قناة يا فندم أنا لو هنزل للأهلي ومش عاجب عاجب تحكيم تحكيم أنا للأهلي ما تنادقينش أهلي لو هنزل الزمالك وتحكيمanın grateful هذي كارسية كل هاتن جاد على فكرة خلينا واضحين عشان ننجح عارف أنا ليه بتكلم معك النهاردة بصراحة الأول مرة حتى بدخلك في النقط دي عشان فرصة فرصة وفير فرصة أن الأمور دي تتصلح لازم بص إحنا عايزين مطلوبات اللي جاي سريعة إيه عايزين تحط كرة قوي جدا أكوى من الأنبياء صح قرات راضية على الكل صح محتاج لاجهة حكام قوية قوية قوة كوة غير طبعية لأن الفترة جاي محتاج محتاج كوة غير طبعية من لاجهة حكام محتاج ناس تنزل على الأرض تشتغل بما يرضي الله عشان تنجح الكرة المصرية وتنجح تحكيم المصر الكلام ده محتاج ناس ما تفكرش كتير ما تحاولش تشغل يعني تشغل دماغك عشان تراضي يمين وشمال لا اعمل الصح وعلى فكرة اللي مش رضي عنك النهاردة بكرة هيحترمك وزي ما قلت طول الوقت يا كريم مش مهم تحبني بس ده طول الوقت تحترمني ده مهم وده مش صعب هو مش مستحيل بس صعب انا بقولك برضه عشان ايه صعب لست عايز نسك لعندها القوة الإرادة في الإدارة انت عايز تدير بالمنظر ده عشان تنجح الكلام ده على فكرة فيه تجارب موجودة في بلاد جيء حق جنبنا مش عارس بربلاد مش لازم انجلترا أو اسبانيا أو صالح لا 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 في بلاد عربية وبيتدير بالمنظر ده سواء اتحادات قورة أو تحكيم وبينجحوا النجاح غير طبيعي طول الوقت بحققين عدالة عدالة في كل حاجة لجنة الحكام محتاجة حق عدالة بين حكامها انت لو النهاردة مسيك تنجد الحكام هتلاقي فيه ناس اصطف كبير جدا مظلومين طول ما انت ما بتعدلش بين حكامك في توزيع المطشاط في المهام ده ياخد ده مش قصة بقى حب وكره العدالة المستوى هو اللي بيحكم هتلاقي كل الناس ربنا هيكلمت في الملعب بفاكة حكامك هو عدخال ان الموضوع فتاكة من حكم أو رئيس لجنة ان الناس انزلت في الملعب تنجح طول ما انت مش عادل بين حكامك استحلى ربنا رضيك في الملعب كرئيس لجنة أو كرئيس لجنة حكام ده على فكرة بيحصل على الأرض والكلام اللي بقوله ده على فكرة كل حاكم سمعني دلوقتي يعرف انه بتكلم في الصح ده واقع وموجود ولو ما واجهتش الواقع ده بمونتها القوة مش هتقوم لك قوم من آخر يعني المختصة للم ده حقيق